أجرى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة يوم الخميس بالرباط مباحثة مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيك ميلانستيتش والوفد الاقتصادي المرافق له تمت خلالها مناقشة فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين تكلمنا في المجال دي التعاون في المجال دي الطاقة بشكل عام وأكدت للسيد الرئيس على أن الاقتصاد الوطني المغربي هو اقتصاد مفتوح السوق المغربي مفتوحة وبتابعة الحال المجال مفتوح كذلك للشركات التشيكية على أساس أنها تأخذ علم بالمشاريع التي كانت في بلادنا وأنها تدخل في علاقات مع المستمرين المغربة يقوم ميلانستيتش بزيارة عمل للمغرمة بين الثامن عشر والثاني والعشرين من فبراير الجاري على رأس وفد هام يضم برلمانيين ورجال أعمال لتعميق علاقات التعاون وتعزيز وتثمين علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر